الشقة دي اختياري مش هكتبها. المدينة هكتب المدينة انا فيها. المقاطعة هختار محافظة الفيوم. الرمز البريدي. تلاتة وستين خمسمة واثناشر وبعد كده اقول له ارسال تمام? ان شاء الله بعد ارسال النموذج ده خلال اربعة وعشرين ساعة ان شاء الله. انا بتوقع كده خلال اربعة وعشرين ساعة هيتم قبول الهوية اللي انا بعدها وهتحل المشكلة. تم اثبات الهوية بنجاح. اربعة وعشرين ساعة ايه? تل مشكلة تحلت في العزتها. غالبا انت دخلت الفيديو ده بعد ما لفيت لفة محترمة علشان تحل مشكلتك في اثبات هويتك في حساب جوجل اكسنس. في اما انت حدي لسه بيحاول ان هو يثبت هويته وعايز يعرف طريقة ازاي. اما انت حدي بالفعل ارسل نموذج بتاع اثبات الهوية لكن الرد تأخر عليه قعد مسلا اسبوع او قعد شهر وما حدش رد عليه. او ارسل نموذج قبل كده ورد جاله بالرفض. فانا ان شاء الله وعد مني ازا ما انت دخلت الفيديو ده علشان تحل مشكلتك. مش تطلعك من الفيديو ده الا ما تحل مشكلتك. لكن قال لي عندك طلبين اتنين. الطلب الاولاني ان انت تركز معي كويس اول فيديو وتشوف الفيديو للنهاية. ولو ما استعبتش معلومة عدي الفيديو تاني. فالافضل لك ان انت تشوف فيديو واحد بتركيز. احسن ما تلف على خمسين فيديو وما تفهمش وما تحلش مشكلتك. تمام? الطلب التاني ان انت تعمل لايك على الفيديو. وبعد ما تحل مشكلتك اكتب لنا تعليق وقال لنا ان المشكلة تحلت. تمام? تمام. شرح النهاردة لاثبات هوياتك في حساب جوجل ادسنس سواء كان الحساب ده مربوط بقناة يوتيوب او مربوط بموقع او مربوط بتطبيق. تمام? هي نفس الطريقة. بتلاقي رسالة بتاع اسبات الملكية بتظهر لك في كل مكان. يعني لو فتحت حسابك في جوة الادسنس بيجيب لك الرسالة اللي فوق دي. تمام? لو انت على الصفحة الرئيسية. لفضل طبعا تفتح حساب جوة الادسنس من كمبيوتر يقام تفتحه من على التليفون من على متصفح جوة الكوروم. تمام? بتلاقي الرسالة اللي فوق دي بلون احمر بقول لك الدفعات من يوتيوب مؤلقة بسبب مشاكل في حسابك يجيب اصلحها. فيه رسالة تانية بتظهر. بقول لك تم تعليق دفعتك حاليا يجب اتخاذ اجراء من جانبك لتحرير الدفعات. ده بالنسبة للرسائل تظهر فيه جوة الادسنس. على الايميل برضو ممكن يبعط لك رسالة يبعط لك جيميل تمام? ويقول لك يجيب اثبات هوياتك لاستلام الدفعات من جوة الادسنس. تمام? وتحت جده بيجيب لك نموذج اثبات الملكية. ولو انت بقى رابط حساب الادسنس ده بقناة يوتيوب برضو بيظهر لك تمام? فاحنا دلوقتي هنقش من اي مكان سواء من البارد الالكترولي اللي جاننا. او من حساب هنقول له اتخاذ الجراء سواء كانت الرسالة دي او الرسالة دي. الاتنين هيودوا على نفس المكان. تمام? اتخاذ الجراء بقول لي هنا اثبات الملكية. هنضغط على اثبات الملكية الان. تمام? اركز معي بقى في الخطوات اللي جاية دي. كويس قوي. بقول لك المستاندات اللازمة لاثبات الهوية. احنا ممكن نثبت هوياتنا بايه? ممكن نثبتها برخصة القيادة او بطاقة هوية وطنية اللي هي البطاقة الشخصية. وجواز السفر وتصريح الاقامة. تمام? فانا بتعلم على وافق. ونقول له بدء عملية نثبات الهوية. ان شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده. واتطبق معي بالزبط الكلام اللي انا بقوله. مشكلتك هتحل خلال اربعة وعشرين ساعة. تمام? هنا بيقول لي اكتب اسمك القانوني وتحت بقول لي اختار نوع بطاقة التعريف. لا انا مش اختار لده انا محتاج الاول ارجع على حساب تمام? ارجع على الدفعات ومعلومات الدفع. تمام? بالشكل ده. علشان اراجع اسمي وانواني بالزبط. تمام? ننزل تحت شوية. هنا عندي في الاعدادات. المفروض هنا اسمي يبقى مطابق للبطاقة الشخصية بالزبط. او مطابق لجواز السفر بالزبط. او مطابق لرخصة القيادة بالزبط. او مطابق لتصريح الاقامة بالزبط. يعني او مطابق؟ يعني اسم هنا صلاة? هناك صلاة. مينفعش مثلا ان انا بقى كاتب اسمي ياسفه ف اساب كاتب اسم القناة كاتب في قناة مثلا هارت تايمز شيء في البطاقة الشخصية اسميه احمد محمد محمود. لا مينفعش هنا لازم براسمك بالزبط. زي ما مكتوب في البطاقة الشخصية. إسمك في البطاقة الشخصية مكتوب بالغلى العربية يبقى اسمك هنا مكتوب بالغلى العربية. اسمك في جهاز الصفر مكتوب باللغة الانجليزية يبقى تكتب هنا اسمك باللغة الانجليزية. بس كده? لا مش بس كده. برضو العنوان. لازم تكتب العنوان زي ما موجود في نسبات الهوية والزبط. تمام? طيب حد هيقول لي دلوقتي انا بياناتي مختلفة. انا مسلا اسمي احمد محمد محمود المصري. لكن كاتب في حساب اكسنس اللقب على طول كاتب مسلا احمد المصري او محمد المصري. تمام? عايز اعدي البيانات اعدي اعديلها ازاي? او كاتب مسلا اسم القناة? او كاتب العنوان مختلف ما ازاي ما هو مكتوب في البطاقة? لازم اعدي البيانات دي كلها قبل ما بعت النموذج. تمام? ركز معي كويس قوي. هنضط هنا على ادارة الاعدادات علشان نعدل البيانات بتاعتنا ونخليها مكتوبة بالزبط ومطابقة لازبات الهوية اللي احنا هنبعتوه. تمام? هنقول له ادارة الاعدادات. وننزل تحت شوية كده عند البيانات الشخصية بتاعتنا. عندك هنا الاسم والعنوان. كلنا هتعدله في الخانة دي. في خانة الاسم والعنوان. هنضط على رمز الالم. وتكتب اسمك هنا بالزبط زي ما موجود في اثبات الهوية. تمام? تمام. سطر العنوان هتكتب الشارع والقرية اللي انت موجود فيها. تمام? او المدينة اللي انت موجود فيها. سطر العنوان اتنين لو لسه هتكتب عنوان تفصيلي اكتر من كده. لكن ده مش ضروري. مش بالضروري انت تكتب ايه? حاجة بسطر الانوان اتنين. تمام? المدينة بتكتب المدينة اللي انت ساكن فيها. المقاطعة بتكتب المحافظة اللي انت ساكن فيها. لو ضغطت كده وزهر لك كله فاضي. تمام? اضغط ضغط في اي مكان. وبعد كده اضغط تاني هيزهر لك الايه? هيزهر لك الخيارات. انا مسلا من الفيوم. فاختار هنا ايه? اختار الفيوم. تمام? وهنا بتكتب الرمز البريدي بتاع المحافظة بتاعتك. تمام? يعني مسلا لو دخلنا على جوجل. وكتبنا رمز البريدي بين السويف مسلا تمام اكتب الرمز البريدي بتاع المدينة اللي انت تتابع ليها تمام بتاع المحافظة اللي انت تتابع ليها تمام وبعد كده بعد ما بتخلص نزل تحت شوية بنعمل هنا حفظ تمام تمام كده احنا زبطنا البيانات بتاعتنا موافقة للبطاقة الشخصية طيب نرجع بقى للصفحة الرئيسية كده عشان نخش على نموذج من تاني هادي اتخاذ اجراء ودي اثبات الملكية الان وافق تمام بدأ عمالية الثبات الهوية اسمك القانوني هكتب له اسم بتاعي تمام نيجي للخطوة اللي بعد كده تحميل مستند لاثبات الهوية نضغط عليها كده بالشكل ده انا بالنسبة لي هعمل اثبات ملكية عن طريق الهوية الوطنية تمام اللي هي بطاقة رقم قومي او بطاقة شخصية اضغط عليها بالشكل ده فتح لي هنا تبويب زيادة جاب لي هنا بقول لي حمل الجهة الامامية من بطاقة التعريف وحمل الجهة الخلفية من بطاقة التعريف قبل كده كان ممكن اثبت الملكية بوش البطاقة بس لكن دلوقتي بقول لي حط الوش وحط الظهر تمام فانا اعمل تحميل وحط له البطاقة الشخصية بتحتي ادي البطاقة الشخصية تمام اعمل تحميل لأ مش اعمل تحميل ليه مش تعمل تحميل لاني لازم اقول لك على تركاية مهمة جدا في تصوير الهوية بتاعتك ودي اللي معمولة عليها الحلقة بتاع نهاردة اصلا تمام انا عامل الحلقة بتاع نهاردة مخصوص علشان النقطة اللي انا هقولها دلوقتي لما تيجي تصور البطاقة بتاعتك لازم نصورها صورة صحيحة تمام دي البطاقة الشخصية بتاعتي علشان اصورها بحطها على المكتب تمام على اي حاجة وبعد كده بجيب التليفون بتاعي ادي التليفون تمام هصور البطاقة من غير فلاش ركز معي في الكلام اللي انا بقوله ده هصور البطاقة من غير فلاش يبقى في اقضاء بكويسة في القوضة في الغرفة اللي انت بتصور فيها لكن الصورة اللي انا هصورها تكون من غير فلاش النقطة التانية لازم الاربع حواف بتاع البطاقة الاربع حواف دي تمام يبقى ظهرين في الصورة مش الصورة تظهر مقصوصة تمام زي النموذج اللي انا اوارهولك دلوقتي ده النموذج الصحيح لتصوير البطاقة لازم البطاقة الاربع حواف يبقى ظهرين بالشكل ده تمام ما فيش حاجة فيهم مقصوصة وتصور البطاقة من غير فلاش على اساس ان هي تطلع معاك بالشكل ده تمام تمام طيب صورنا البطاقة نرجع لنموذج بتاعنا بقى ادي تحميل اجيال امامية هحطه لدلوقتي وش البطاقة ادي البطاقة بتاعتي ادي وش البطاقة ده انتظر تحمل حملت خلاص تمام ودي اجيال خلفية للبطاقة تحميل حملنا ظهر البطاقة في نقطة برضو هنا مهم قوي عايز اقولها لك علشان ما يحصلش معك مشاكل وانت بترفع الملف ده مش لازم تخلي جاو التصوير علي قوي وانت بتصور البطاقة بتاعتك ليه علشان حجم الملف ده ميطلعش كبير لو طولها الحجم كبير بيرفض الصورة فانت صور صورة معقولة تمام الصورة واضحة وحجمها يكون صغير مش حجم كبير تمام عشان تتقبل في النموذج ده طيب بعد كده لو الصفحة دي مختفية عندك زي كده دوس كنترول مع زر النقص تمام بيصغر الصفحة بالشكل ده تمام لو ايه الكلمة التالي دي مظهرة عندك وبعدك هنقول له ايه التالي هنا بقول لي دخل العنوان زي ما موجود في البطاقة بتاعتك تمام فانهام للبيانات دي سريعا كده عنوان الشارع المدينة اكتب المدينة بتاعتي المقاطعة اختار المحافظة اللي انا فيها ادي الفيوم تمام والرمز البريدي تلاتة وستين خمسة ومية واثنى عشر تمام والبلد مصر جابعة القاي تمام وبعد كده هقول له ارسال ادي ارسال تمام انت تصل لحاجة جلساتك لاسباب طيب معلش نعيد من تاني سريعا كده اثبات الملكية وافق بدأ عاملة اثبات الملكية الاسم القانوني بطاقة التعريف بطاقة هاتهوية وطنية تحميل اي دي وش البطاقة الجهة الخلفية تحميل اي دهر البطاقة التالي العنوان الشقة دي اختيار مش اكتبها المدينة هكتب المدينة انا فيها المقاطعة هختار محافظة الفيوم الرمز البريدي تلاتة وستين خمسة ومية واثناشر وبعد كده هقول له ارسال تمام ان شاء الله بعد ارسال النموذج ده خلال اربعة وعشرين ساعة ان شاء الله انا بتوقع كده خلال اربعة وعشرين ساعة هيتم قبول الهوية اللي انا بعدتها وهتحل المشكلة تم اثبات الهوية بنجاح اربعة وعشرين ساعة ايه اتا المشكلة تحلت في العزتها تمام تم اثبات الهوية بنجاح انت هتعملت اثبات الهوية راجع الرسالة التالي التي ارسلناها اليك الى المزيد من التفاصيل حسنا ما كنتش متوقعت ها نعمل الان تحميل كده انا قلت مسلا هتقعد اربعة وعشرين ساعة اتحلت المشكلة في العزتها تمام في ناس بقى بتقعد اسبوع واللي شهر وكلام من ده بيجاني في التعليقات لكن لما تبعت النموذج زي ما احنا عملنا دلوقتي وتطبق نفس الخطوطة للفيديو هتحل المشكلة في العزتها ان شاء الله تمام بس زي ما قلت لك شو الفيديو بتقني كده وبتركيز وعيد الفيديو مرة تانية لحد ما تستقع بكل اللي فيه تمام ومنسلاش طبعا تدعونا بلايك على الفيديو وتكتب لنا تعليق تقول لنا ان المشكلة بتاعتك تحلت بالتوفي لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته